تعالوا لالقان كيف تشكلوا الكبة اول الشي بالاخيارة بتتشكل بكل سهولة اهم الشي تبلوا الاخيارة بالمي وهيك صار شكلها ثاني طريقة بتحطوا نايلون او كيس بتدهنوا بالمي وعلي قطعتين عجين وبتشكلوها بكاسة او زبدية حسب الحجم اللي بتكن يا هاي بتنفع للكبة المشوية ثالث طريقة بالفنجان دهنا النايلون ماي حطينا العجين وفردنا وحشينا ضبنا الكيس على بعضه حتى نشكل البوزة تشكلت معنا بسهولة بهاد الشكل ومنبوز الطرف التاني بايدنا شوفوا شكلك كمان شو طلع الازيز ومرتب رابع طريقة نفس هديك الطريقة بس شو حنعمل حنسكرها ونبوزها من جناب واحد شوفوا مالزة هالطريقة ومأسهلة طبعا فيكن تعملوها مطاولة وطولوها اكتر ورقامز الطريقة اللي هي الطريقة المعتادة طريقة امهاتنا وتشكيلها بالايل وهي كباتي المئليين صاروا جاهزين بالعجينة الاصلية اللي ما بتفرط بالزيت اذا بتكون طريقتها تابوا حسابي مش هما تضيعوني مطبخ على ايزولي